أهلا بكم هذا نعي ليس كأي نعي محمد المليحي في ذمة الله بعدما نال منه فيروس كورونا كان يعاني من ألم في قدمه يستدعي إجراء عملية جراحية دقيقة لكن إغلاق المجالات الجوية في مارس الماضي حال دون السفر للقيام بما يلزم وعندما أتيح له ذلك ذهب إلى باريس لعلاج قدمه لكنه أصيب بالفيروس هناك ولفظ أنفاسه متأثرا بشراسة الإصابة محمد المليحي أحد رواد المدرسة التشكيلية المغربية وأحد الثلاثية الذي شكل في الستينات جماعة الدار البيضاء رفقة فاريد بالكاهية ومحمد شيبة كانت الجماعة أسلوبا جديدا في التشكيل المغربي وسعيا إلى تكريس الحادثة في الثقافة البصرية بالمغربية ولعلهم أول من أقام معرضا في الهواء الطلق الفن الواضح معرض أقيم بساحة جمع الفناء عام 1969 تمردا على الأروقة المغلقة وانفتاحا على الشارع وجمهور الشارع وهي التجربة التي سيطورها محمد المليحي بعد نحو عشر سنوات من ذلك في مدينته أصيلة حيث دع الفنانين التشكيليين إلى رسم جداريات في أزقة المدينة صادفت محمد المليحي مرارا في فعاليات موسم أصيلة خلال التسعينات كان يبدو فردا بصيغة الجماعة وجمعا بصيغة المفرد ثم اختفى الرجل بعدما اعتزل موسم أصيلة أو أجبر على اعتزاله ورغم أنه كان يعشق مدينته الزرقاء التي طبعت مرحلة مهمة من مساره الفني بأمواجها الأطلسية الهادئة فقد اختار العيش بين مدينتين أخرين يكن لهما حبا آخر وتختزنان رمزية أخرى في نفسه وفكره مراكش وطنجة عندما يشتد صهد الأولى يلجأ للثانية وعندما يشتد برد الثانية يلجأ للأولى وقبل المدينتين معا صادفت محمد المليحي مرارا في فعاليات أصيلة خلال التسعينات استقيت منه تصريحيني صحفييني لكننا لم نتعارف ولم نتحدث ولم يسبق لأحدهم أن قدماني له كنت أعتبرني نكرة لديه واحدا من آلاف الصحفيين الذين أدل لهم بتصريح في مناسبات عديدة وعندما أخبرني صديقنا المشاركة المسرحي الزبير بن بشتة شهر غشت الماضي أن محمد المليحي يريد لقائي لم أكد أصدق الأمر قال الزبير إن محمد المليحي يتابعك منذ سنوات ومعجب بأسلوب ومضمون برامجك الثقافية ويود التعرف إليك حين قدومه إلى طنجة ليقترح عليك مشروعا ثقافيا مشتركا اعتبرت الأمر وساما وظللت في انتظار اللقاء سألت الزبير بعد ذلك فأخبرني بأن محمد المليحي يعاني من آلام في قدمه تمنعه من القدوم إلى طنجة ازدادت آلامه وأقعدته وذهب أخيرا إلى باريس للتخلص منها لكنه لم يكن يدري أن حتفه كان يتربص به هناك هل أقول إن الفنان الحقيقي يعيش غريبا ويموت غريبا لم يعيش المليحي غريبا تخرج من مدرسة الفنون الجميلة بتطوان عام خمسة وخمسين واستكمل دراساته في أعرق مدارس الفنون الجميلة بكل من إشبيليا ومدريد وروما وباريس وفي أواخر مارس الماضي في أوجي زمن كورونا كان محمد المليحي نجم الفنون التشكيلية العالمية بعدما حققت إحدى لوحاته رقما قياسيا في مبيعات مزادي سوتبيز اللندني العالمي بيعت لوحته بأزيد من خمسمائة مليون سنتيم متفوقة في ذلك على واحد وسبعين عملا تشكيليا لثمانية واربعين فنانا عالميا تصدر محمد المليحي قائمة المبيعات بلوحته دي بلاكس التي أبدعها عام ثلاثة وستين أثناء إقامته في نيويورك واجأ صديقه ورفق دربه الفني في جماعة الدار البيضاء فريد باللكاهية في الرتبة الثالثة بعد الفنان العراقي محمود صبري محمد المليحي في ذمة الله وهذا نعي ليس كأي نعي كنت أنتظر لقاءه وكنا جميعا ننتظر الاحتفاء به فنانا مغربيا يتصدر قائمة المبيعات في مزاد عالمي في زمن كورونا لكن كورونا اختطف جسده وإن كان عاجزا عن اختطاف صيته وأمواجه ورقصات ألوانه أولى لوحاته عرضت في بينالي الإسكندرية عام ثمانية وخمسين ثم بينالي باريس عام واحد وستين وآخر أنفاسه كانت في باريس عام الفين وعشرين دمتم بخير وإلى حديث الأحد المقبل بحول الله ترجمة نانسي قنقر